اشتركوا في القناة في موضوع المريخ اللي حكينا عنه بالفترة الماضية وانتقاله للحمل كان من المفروض اني انا اسجل الحلقة هاي حلقة منفصلة ولكن بسبب الظروف الصحية شوي رح انا احطه في البداية كمقدمة لانه الابتداء من اليوم بتبلش اثاره السلبية هي بلشت تصاعديا من الايام الماضية ولكن ابتداء من اليوم بتبلش الامور بشكل اوسع تأثيراته بشكل سلبي جدا طبعا معروف انه المريخ رح ينتقل زي ما حكينا من الحوت للحمل يوم 28 ستة انتقاله هذا طبعا دائما المريخ لانه هو كوكب النار كوكب الحرارة كوكب الو علاقة بالتفجيرات الو علاقة بالحروب الو علاقة بالمشاحنات بالعنف فعشان هيك الفترة هاي بتبلش التأثيرات وخصوصا انه هو بده ينتقل على برج ناري يعني على برجه على بيته انه الحمل اساسا كوكبه الاساسي هو المريخ فبما انه بده ينتقل زي ما حكينا يوم 28 ستة فمعنى هذا انه التأثيرات رح تبلش قبل خمس ايام بشكل تصاعدي فعشان هيك المتوقع خلال الايام الماضية الا القادمة انه تزداد وطيرة العنف في العالم خصوصا في المناطق المحتدمة او المناطق الحامية سياسيا ممكن يصير فيه بعض التحركات او التهديد العسكري او تسمعوا اصوات عالية او طبول حرب بتقرع في الفترة هاي ممكن تصير وممكن ما تصير وبرضو ممكن يصير بعض الاعمال العسكرية او بعض الاعمال اللي لها علاقة زي ما حكينا بالتفجيرات او الحرائق او الامور اللي شوي بتكون فيها نوع من انواع يعني الاشياء الصعبة اللي بتأثر على الاشخاص بشكل سلبي او تلفت انتباه الاشخاص بشكل سلبي على وسائل الاعلام هذا واحد اتنين المريخ في الفترة هاي او بانتقاله هاد ما رح يكون انتقال عادي يعني زي انتقاله كل فترة انه بانتقل من برج لبرج هذا رح ينتقل للحمل ورح يمكث في الحمل من تاريخ الانتقال اللي هو 28 الشهر حتى نهاية العام لانه برضو رح يتراجع في في الحمل مدة طويلة فعشان هيك انا حكيت هذا في توقعات العام انه هاي من الاشياء اللي انا نبهت منها انه هاي الفترة رح يكون فيها تصعيد عسكري او امني او اغتيالات او اشياء مفاجئة او غزوات سريعة او اشياء من هذا القبيل طبعا السبب ايش يعني فيه اشخاص بقولك اعمني طيب ماشي ما هو بدخله بتراجع عادي ماشي اي كوكب بتراجع عادي ولكن كل كوكب على حسب صفاته الان تراجعه هو رح يكون في الحمل في كوكب يعني بيت الاعلاقة بالقيادات العسكرية الاعلاقة بالزعماء الاعلاقة بالجيوش الاعلاقة يعني هذا هو الحمل هيك فهو بدو ينوجد عنده بدو يكون بكامل طاقته وفي نفس اللحظة الكواكب اللي موجودة كل ياته في الجدي هاي هو في لحظات رح يشكل معها زوايا تربيع وزوايا تربيع زي ما دائما منحكي هي السلبية الكاملة فلما يعمل زاوية تربيع مع زحل وزاوية تربيع بعدها فترة مع بلوتو وزاوية تربيع بعدها رح تكون مع المشتري زاوية هي الأخطر هي لما يكون عامل زاوية التربيع مع بلوتو وهاي رح نحكيها احنا قبل حدوث الزاوية هاي يعني ما بدي أعطي المعلومة على أساس أنه ما حدا يوقذها وبعدين يصير واو أنه صار هو شخص طلع على كتافي في الموضوع ولكن هي تنبيهات للفترة الماضية أنه هي تنبيهات يعني شوي بتكون حد فعشان هيك اللي أنا بنبه عليه اللي أنه بالفترة القادمة المناطق المجهولة أو المناطق المحتدمة أو المناطق اللي عليها علامات استفهام خطر يعني بتمنى من الأشخاص عشان يحموا حالهم يقللوا من الذهاب لإلها إلا في الأوقات اللي بتكون يعني شوي هيك فيها أمان أكثر أو فيها نوع من أنواع الحماية أكثر هاي النقطة اللي احنا حبينا ننبيه عليها طبعا تأثيراتها على الويوت وتأثيراتها على الأبراج وكل برج إيش رح يأثر عليه وكل هاي الأمور ما رح نذكرها اليوم احنا رح نذكرها في حلقة اللي هي يوم 28 رح نشرحها بالتفصيل ورح نحكي عنها ولكن هاي التأثيرات العامة لازم أنا أحكيها ولكن ما بدي أحكيها بحلقة لحالها وأقعد أحكي لكم قطر المريخ وسرعة المريخ وانتقال المريخ وقدش بمكث المريخ ومش عارف إيش فهاي هذيك إلها أوقات رح نشرحها ورح نحكي عنها ولكن حبيت أني أنبه للنقطة هاي على أساس أنه نعطي شوية نوع من أنواع الاستعداد لبعض الأشخاص في حركاتهم القادمة خلال فترة يلي هي الخمس شهور الباقية من العام عشان ما أطول عليك وأكثر وبرضو ما أرهق حالي أكثر طبعا أعذروني إذا طلع أصوات أو أصوات أطفال أو سيارات أو إشي في التسجيل لأنه مضطر أني أسجل أنا في وقت يعني وقت الذروة زي ما بقولوها في الحركة في الشوارع وأنا بسجل من البيت يعني لا بسجل من ستوديو ولا بسجل من أي مكان فعشان هيك محتمل أنكم تسمعوا بعض الضجيج في بعض الزوايا أو في بعض الأماكن وإن شاء الله أنه أقدر أتمكن أني أنا أحذفها أو أعدلها على الأساس أنه ما تزعجكم أثناء استماعكم للحلقة طبعا بالنسبة لتوقعاتنا لهذا اليوم الأربعاء 24-6 القمر الآن استقر في برج الأسد في منزلة الزبرة وهي منزلة الربح والحرية والصلاح والإصلاح ولكن اللي رح يصير في هاي الزاوية أنه ما رح الكثير يستفيدوا منها أنه خلوه المسار اللي رح يكون طويل جدا وهو أطول خلوه المسار خلال فترة من بداية العام لليوم طبعا خلينا بس نوصل لخلوه المسار نحكي عنه بالنسبة لتأثيرات القمر لما بيكون موجود في برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تكون معنى اللي هي من بعد الحلقة من بعد حلقتنا الآن هي الساعة عشرة وخمس دقائق مساء هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر والزهرة رح أتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم والتفاهم معهم وفي أشخاص ممكن يستغلوها بنوع من أنواع المصالحات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي عند الصباح وهاي اللي رح تأثر قولنا تأثيرات سلبية أكثر هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة خمسة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع يعني أحداث غير متوقعة سلبية وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو يعني شبيهة للأحداث السلبية بالنسبة إلى خلو المسار هو رح يبدأ من نفس الزاوية يعني الساعة خمسة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا يعني رح يبدأ اليوم لأربعة في ساعات الصباح فعشان هيك بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى اليوم التالي أي إلى يوم الخميس حتى تمام الساعة خمسة وأربعة دقائق مساء يعني بمعنى آخر كلو المسار هذا أكثر من خمسة وثلاثين ساعة ونص هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار حاولوا ما تتخذوا قرارات حاسمة بالفترة هاي وطبعا حكينا أن القمر موجود في الأسد وعن خلو المسار أنه رح يبدأ عمر القمر القمر الهلال الجديد ثلاث أيام في تمام الساعة خمسة واثنين وعشرين دقيقة صباحا بيصبح عمره أربع أيام نسبة الإضاءة تعته بتكون خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب هذا اليوم الشمس موجود في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة مزاجه سعيد القمر في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين ستة برضو مزاجه سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم اثناش سبعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة يعني بدأ يقل من عملية التراجع أو تبطع عملية التراجع لأنه بدي يرجع للحركة الأمامية ولكن حكينا أنه تأثيراته السلبية بتستمر تقريبا بحدود الثلاث أو أربع أيام بعد انتهاءه يعني بمعنى آخر بتكون تحسبوا أنه التأثيرات السلبية ماشي بتنتهي يوم خمسة وعشرين تراجع ولكن بتخلوها ليوم ثمانية وعشرين أو تسعة وعشرين اللي تأمنوا أنه برجع للحركة الأمامية بشكل قوي طبعا مزاجه منتحس بما أنه بتراجع أما بالنسبة للمريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين رح يظل يوم ثمانية وعشرين بعدين رح ينتقل للحمل طبعا بدأ الآن بالنحوسة ولكن ما زال مزاجه سعيد يعني التأثيرات لسه ما زالت خفيفة أما بالنسبة للمشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين يرجع من الدلو يرجع للجدي مزاجه اليوم ويوم أمس سعيد بسبب زوايا التزديس اللي عاملها مع الزهرة أورانوس في الثور حتى يوم خمسطاعش ثمانية برضو مزاجه سعيد بعد خمسطاعش ثمانية بيبدأ عملية التراجع نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه منتحس بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربع عشرة مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة وأيجابية بتنجح أو بتنجح في حمل الترويج عشان هيك في الفترة هاي لازم يكون فيه نوع من أنواع الجراءة عندك لطرح أمورك بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض المشكلة اللي موجودة صحيح أنه هو أعطاك جو من الإيجابية على المستوى البيت الخامس اللي هو الأسد ولكن بطبيعة البيت الخامس لإلك شوي هو لأنه الشمس والعطارد موجودات في السرطان بيتراجع عطارد والشمس في بيت متاعبك فهو بضعف من الحضوظ بالفترة هاي فعشان هيك ما تعول كثير على أمر الحض وفي نفس اللحظة ما تحاول تفرض سلطتك على الحبيب بالفترة هاي ممكن تستاء بسهولة وممكن يتقلب المزاج عندك بسهولة وممكن تحس أنه صار فيه عندك نوع من أنواع يعني التصلب بالعواطف أو جمود في القلب يعني بصير قلبك قاسي شوي فعشان هيك ما بتتأثر كثير بالعواطف أو بالمواقف اللي فيها عواطف وممكن تصدر قرارات على أحد الأحبة يعني زي حبيب أو أحد الأبناء يكون إشي صادم أو إشي يعني شوي في نوع من أنواع الحدية بالتعامل أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول تقريبا نفسيتك أحسن اليوم أنت بتنشحن بطاقة إيجابية بتدعمك بشكل كبير ممكن اليوم تستفيد من بعض الأمور الشخصية أو النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى المالي فممكن تحصل بعض الأمور المالية أو تنشط في بعض المسائل المالية أو تحاول أنك تنجح في بعض المساعي اللي كانت فيها نوع من أنواع الخربطة في الفترة الماضية فممكن تستغلها اليوم وتمشي باتجاه جيد يدعمك بشكل قوي أو يحسن وضعك المالي إلى الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا رح يكون فيه شوية إيجابية وشوية سلبية بسبب أنه الزهرة ما زالت بتتراجع ولكن الزوايا التزديس رح نذكرها وزوايا التراجع أو تأثير التراجع رح نذكره فهو بدعمك على مستوى البيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات والحوارات وبرضو على مستوى الدراسي على مستوى النزهات على مستوى التعامل مع الإخوة والجيران ولكن اللي بصير هاي إيجابيته يعني بتصير إيجابيات في هاي النقطة ولكن السلبية شو بتسوي نوع من أنواع التشتت الذهن أو نوع من أنواع التسرع أثناء القيادة لأنه علاقة بالسيارات وبالتليفونات أو ظهور مسائل أو مشاكل إلها علاقة بالسيارات بهذا اليوم ممكن تحتد أو تعصب على مسائل بسيطة أو موضوع يكون موترك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت لأنه الشمس موجودة بتدعمك ولكن عطارد بتراجع في البيت فبحدث بعض المفاجآت اللي إلها علاقة في البيت فعشان هيك ممكن تهتم بشكل جيد على مستوى البيت أو تعمل تقارب عائلي في هذا اليوم أو يصير في مسائل إلها علاقة بالاتفاق العائلي أو اجتماع أو أمور إلها علاقة بالبيت والعائلي أو بأمور العقار ولكن من ناحية سلبية ممكن تظهر بعض المفاجآت كنقاش حد أو كتصلب بالرأي أو إنزعاج من أحد أفراد العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني الأجواء جيدة على مستوى العمل يعني بتساعدك على أنك أنت تتخلص من بعض العقبات أو تبدأ باتصالات وحوارات إلها علاقة بأشخاص ممكن يفيدوك في مجال العمل بشكل أكبر وبرضو في نفس اللحظة استفيد أنه الشمس موجود عندك أنت في بيتك الخامس يعني بتدعمك شوي بالحضوض فممكن اليوم يعني تصلح بعض الأخطاء اللي كانت بالفترة الماضية اللي إلها علاقة في مشاكل بالعمل في منك رح يشعر ببعض التقلبات على المستوى الصحي ما يخاف كثير بس أنه يحاول أنه يأخذ قسط من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية ولكن في ساعات المساء ممكن تظهر بعض المسائل اللي تطلب منك يعني نوع من أنواع القرار أو ممكن يكون فيه نقاش حاد أو مشكلة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة فعشان هيك بدك تحاول تمسك عصابك اللي ما تثير المشكلة بشكل كبير لأنه مدة التأثير تقريبا تيجيها أو ثلاث ساعات أربع ساعات وبعدين هاي التأثيرات بتختفي أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد بيدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالقروض أو البنوك أو المساعدات أو الهيبات أو أمور إلها علاقة بجدولة حسابات أو عملية ترتيب دفعات أو ديون فاليوم بساعدك بشكل قوي جدا لإنجاز بعض هاي المهام ممكن يكون لك بعض التحركات اللي إلها علاقة في البنوك أو مؤسسات مالية حكومية زي الضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية كاتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو النقاشات يعني بتطلب منك إيشوي إنك أنت تصفي ذهنك وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ يعني تدرس بتكون الأمور جيدة ممكن اليوم تتلقى خبر يعني تستاء منه له علاقة بأحد الأشخاص خارج البلاد ممكن يعني صار معه موقف أو صار معه مشكلة ممكن برضو بعضكو يقلق على بريد أو يتأخر بريد أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ولكن ما في داعي للمغامرات فعشان هيك يعني بيدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى معارفك وفي المقابل بيعمل تقارب ما بينك وبين يعني زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو ممكن تجد واسطة أو شخص أو علاقة لإعادة ترتيب بعض المسائل العملية بطريقة عقلانية أكثر أما بالنسبة إلى بيتك 11 فالأجواء بينك وبين الأصدقاء برضو نشطة فعشان هيك ممكن يجمعك بصديق أو تقارب مع أصدقاء أو تلاقي أو اتصالات أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء برضو جيدة يعني بتدعمك على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك لما حكينا عن البيت السادس يعني رجعنا قلنا لكو بس المسألة بدها راحة فعشان هيك ممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بأدوية أو بالراحة أو بالتغذية برج الضرور بتحتل الأمور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بتجدوا نوع من أنواع تعاون من أفراد العائلة بتلمس بعض الأشخاص بيلمسوا نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهمش أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة تجنب العمليات الجراحية بالفترة هاي حاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة حاول أنك تستشير طبيبك إن دعت الحاجة لهذا الموضوع طبعا بما أنه البيت الأول الثور موجود في أورانوس ورح يشكل الزاوية فاليوم محتمل أنه يكون في بعض المفاجآت اللي منها ممكن يكون سلبي أو أخبار أو أحداث يعني تفاجأك بطريقة سريعة هيك فممكن أنت اللي تكون متضرر على المستوى النفسي يعني إشيز عليك نقاش حاد أو أمور زي هيك فشوي تقلب مزاجك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو الجوزاء بيت المال وحكينا أنه الزهرة بتراجع فيه فما زالت الأمور المالية هي اللي بتشغل فكرك أكثر إشي في منكم ممكن يحصل بعض الأموال أو الأرباح أو المكاسب خلال هذا اليوم وفي منكم رح يستفيد من الأعمال الإضافية أو الحركة ولكن بالمقابل بتكثر المصاريف أو الدفعات أو أشياء لها علاقة بالنزوات يعني بس بدك تصرف عشان أنه يعني والله على مطعم راقي على لبسي راقي على مش عارف إيش بس المهم أنه فيه إصراف فلوس هاي بدك تنتبه لها أما بالنسبة للبيت الثالث فالشمس موجود فيه وعطارد فيه بيت راجع فبعطيك تقلب على مستوى البيت الثالث فممكن تنشط بالحركة والاتصالات والحوارات والتنقلات وتهتم بموضوع العلاقة بالسيارة أو شراء سيارة أو استبدال أو تصليح أو أمور إلها علاقة بالهواتف بنفس الإشي ولكن عطارد ممكن يعمل لك بعض المشاكل اللي هي تقلب في المزاج أو العصبية فجأة تطلع عندك أو ممكن بعض الخلل أثناء القيادة أو عطل بالسيارة أو بأمور الهواتف فأثناء نقاشاتك بدك تدير بالك يعني ما في داعي للعصبية والحدية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى العاطفي فممكن اليوم يكون لك بعض المهام إما للتلاقي مع الحبيب أو الخروج في نوع من أنواع المغامرة أو أشياء إلها علاقة بموضوع غرامي ممكن بداية علاقة غرامية ممكن أمور إلها علاقة بيعني حبيب قديم بتحاول تتواصل معه وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات مع أحد الأبناء ممكن مساء اللي بتتعلق في الأشؤون العاطفية أو في أمور إلها علاقة بنقاشات عادية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى بيت العمل والصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية خلال هذا اليوم مثل صرف أدوية أو الإطلاع على نشرة أدوية أو محاولة أنك تهتم بصحتك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو الأجواء جيدة يعني بتدعمك في بعض المسائل بالتقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشريك أو التفاهم على مسألة معينة أو على قرار معين ممكن اليوم تتراجع عن قرار أو أنت تبتعد عن النقاشات والحدية ولكن إذا ما قدرت امسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى أمور إلها علاقة في البنوك أو إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي الضريبة والتأمين وفي المقابل بتساعدك على فوترة حساباتك أو الاطلاع على بعض الأوراق القانونية أو المالية اللي بتحتاج إما أنك أنت تركز عليها شوي أو تتطلب منك نوع من أنواع التوقيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو يعني مش جيد كثير ولا سيئة فيعني بتتطيع نحكيها روتينية يعني اتصالاتك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو مشتريات من خارج البلاد تقريبا خافت في الفترة هاي يعني على طبيعتك ما فيه يعني سلبية ولكن أنه أنت بتهتم فيها على حسب طبيعة شغلك وعلى حسب أمورك يعني فعشان هيكي اتصالاتك وحواراتك والأوراق القانونية والمعاملات وكلها هاي الأمور تقريبا بتكون روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى بيت السمعة الأمور جيدة فممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي جدا وممكن يكون لك نوع من أنواع التعاون مع بعض المعارف إما لمساعدتك في إنجاز بعض الأمور أو يدعموك في مسألة معينة أما بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بمكان العمل فاليوم برضو جيد للتقديم أوراق عمل أو مناقشة موضوع عمل وبرضو ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع زملائك أو رئيسك في العمل بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الـ 11 فهو بيت الأصدقاء بيدعمك على مستوى العلاقات العامة أو علاقتك الخاصة على مستوى الأصدقاء فممكن تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب مع بعض الأصدقاء أو ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي يعني أمور إيجابية بتدعمك برضو بشكل جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان يكبر نقول لك يعني أنه بتقدر تنجز الأعمال عندك أهم شيء أنك ما تخليها تتراكم وما تأجل أعمالك لليوم الآخر يعني استغله وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي وراقب غذائك بشكل جيد ممكن الأمر في ساعات المساء يطلب إما أنك أنت تأخذ قصة من الراحة أو مراجعة طبيب أو الاهتمام بمسألة بتتعلق بالأدوية برج الجوزاء طبعا بما أن القمر موجود في الأسد الأسد اللي هو يعتبر بيتكم الثالث معناته بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم مش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تكثر الزيارات والتنقلات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فعندك طبعا الزهرة بما أنه بتراجع فهذا بيسبب لك نوع من عدم الثقة أو عدم الاطمئنان لأشياء بتصير حواليك يعني بتصير فيه نوع من أنواع الشك أو الحيطة أكثر أو نوع من أنواع يعني أنك أنت تحسب حساب لأشياء كثيرة طبعا اللي ما بيعمل هذا الإشي معناته رح يخذل بالفترة هاي ورح يصير عنده بعض الردات الفعل السلبية وخصوصا أنه الزهرة بتراجع عندك أهم شيء أنه تبعد عن المشاحنات العاطفية لأنه الفترة مش مناسبة أما بالنسبة للبيت الثاني واللي موجود فيه الشمس اللي بعطيك إيجابية على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو بعض الأرباح أو الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أو إنجاز بعض المهام المالية اللي كانت صعبة ولكن بالمقابل أنه هذا بيزيد عليك نوع من أنواع الترف أو التفكير بصرف الفلوس أو حتى بطريقة غير شرعية يعني ممكن تمد إيدك لأجل أنه أنت تحصل على بعض أو تتحايل لأجل مكاسب مالية طبعا هاي مش على الكل ولكن أنه تأثيرات رح تكون مأثرة على قسم كبير فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكم من هاي النقاط وحاولوا تقللوا من مصاريفكم كقدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على الموضوع بالنسبة للبيت الرابع يعني أنا شايف الأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت بتدعمك في بعض المسائل ممكن أنه تعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو الاندماج العائلي أو التفكير في مسألة بيتية أو عائلية أو عقارية أو اجتماع عائلي أو نقاش عائلي أو مشتريات أو مستلزمات أو تقارب بالآراء ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه برضو على المستوى العاطف اليوم جيد حاولوا أن تستغلوها بشكل قوي يعني بتدعم من علاقاتكم من عواطفكم بالتقارب ما بينك وبين أحبائكم ممكن برضو نجيب لكم بعض الفرص الجيدة ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل المباشر ما بينك وبين أحد الأبناء فحاول قدر الإمكانك ما تتصلب في رأيك أو تحاول تتحكم وتفرض سلطتك بدون نقاش جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة بتحملك بعض المفاجآت اليوم ممكن نوع من أنواع التقارب أو حل بعض المسائل أو ممكن تواصل مع زبون جديد أو عميل جديد تتعامل معاه في مستوى العمل وممكن ينفتح لك بعض المسائل العملية أو يجيك شغل زيادة ولكن بدك تنتبه لصحتك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة فعشان هيك بدك تدير بالك شوي من أمور ممكن يكون فيها حدية أو نقاش أو تصلب في الرأي أو مين اللي بده يفرض رأيه على الثاني حاول أنك تطلع من هاي المسألة ما تحاول أنك أنت تتقلب في مزاجك على أدفه الأسباب أو على أصغر الأسباب امسك أعصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور يعني ممكن يكون لك بعض النشاطات المالية اللي إلها علاقة بالبنوك أو المصارف أو نوع من أنواع الدعم يعني أو طلب قرض أو محاولة الاستفسار عن قرض معين لمسألة ما أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة برضو على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأوراق القانونية أو المعاملات برضو بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا بقول لك هون بدك تدير بالك لأنه المريخ بدأ ينتقل فعشان هيك بيتك العاشر وبيتك 11 هم اللي شوي فيهم نوع من أنواع الضغط فبدك تدير بالك ممكن في الفترة هاي تحتد أو تعصب على بعض المعارف أو ممكن تجازف في مكان عملك أو تغامر في مسألة تشوه سمعتك حاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك أعصابك يعني الأجواء مساعدة لبعض النقاط الإيجابية فما تحولها على الجانب السلبي مباشرة بنوع من أنواع التهور وفي المقابل ممكن يصير لك بعض النقاشات الحادة ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وبالنسبة لبيت الأصدقاء بيضغطك بسبب برضو تناقل المريخ أنه بدي ينتقل للحمل فعشان هيك برضو بيشحنك في بعض المسائل اللي لها علاقة إما بتزعل من صديق أو من تصرفه أو بتأخذ على بالك أو ممكن يصير خصام ما بينكم فحاول قدر الإمكان أنك ما تكبر الأمور وما تضاعفها لأجل أنه ما يصير أي مشاكل أو تكبر الفجوة أو تخسر صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا متقلبة خلال هذا اليوم فممكن يعني تحدث بعض الأمور المفاجئة زي توعق صحي أو تعب أو عمل الزيادة يطلب منك جهد كثير وفي نفس اللحظة يعني ممكن يحدث شيء إلو علاقة في أحد الأحبة أو أحد المعارف يطلب منك نوع من أنواع الاهتمام فيه ممكن صحيا أو أمنيا برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاقا ماليا ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء إنك تتفائل بالنسبة إلى البيت الأول أنا شايف الأجواء تقريبا يعني على المستوى النفسي عندك يعني لو لا تقلب عطارد اللي موجود يعني شوي هو اللي بيقلب بالمزاج عندك وبشحنك ببعض التقلبات لأنه بتراجع فعشان هيك دير بالك من تقلب المزاج والنفسي عندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي فأنا شايف الأجواء جيدة فممكن تحمل لك بعض الفرص المالية اللي لها علاقة بدعم أو تعويض أو من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو مباركات يعني فيه أشياء ممكن اليوم تحصل فيها بشكل جيد على المستوى المالي ولكن أهم شيء بتقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة عالية جدا ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور إلها علاقة بالسيارة أو الهاتف أو مثلا دعوة لنزهة أو تغيير جو أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء برضو جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو المصالحة أو ترتيب بعض المسائل الجيدة اللي إلها علاقة بالبيت أو أفراد العائلة يعني تقريبا الأجواء جيدة وآمنة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة برضو بتدعمك بتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الأحبة فممكن اليوم إما أنك تلاقي الحبيب أو يكون لك بعض المسائل بالتعامل مع أحد الأحبة زي ابن أو أب أو أم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى بيت الصحة والعمل فممكن تهتم بصحتك بشكل أكبر اليوم أو يكون لك بعض المسائل العملية اللي بتطلب منك الاهتمام بشكل كبير أو التواصل مع عملاء أو زبائن لإنجاز بعض المهام أو ممكن يتوكل لك عمل اليوم يكون كبير يعني ممكن يعني يجيك نوع من أنواع الدعم من وراه أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي فهو متقلب فعشان هيك منقولكو ديروا بالكو أثناء تعاملكو مع الشريك العاطفي أو شريك العمل فممكن اليوم تظهر بعض المسائل اللي تطلب منك التركيز ممكن مزاجك حاد أو عصبيتك أو ممكن أنه تحتد على مسألة معينة أو تتصلب برأيك على مسألة معينة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي الضغوط في منكو ممكن اليوم يعني ينشط في مسائل إلها علاقة بتطوير مسألة معينة أو فتح مواضيع مع الشريك لتطوير العلاقة أو لقرارات قادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالمؤسسات المالية فهاي ممكن تساعدك في إنجاز بعض المعاملات اللي إلها علاقة بالبنوك أو إلها علاقة بالمؤسسات المالية الحكومية زي الضريبة أو التأمين أو ممكن الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأجواء برضو يعني نقدر نحكي أنه جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة ولكن إنه ممكن تتواصل مع شخص من خارج البلاد فتحتد أو تعصب أو تسمع خبر شوي استفزك حاول قدر الإمكان أنك تتمالك أعصابك ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأوراق قانونية أو معاملات بالفترة هاي ولكن الأهم إنه على الشوارع المفتوحة أو أثناء التنقلات تتركز بشكل جيد وما تندفع وما تتهور أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأجواء برضو على بيت السمعة فيها نوع من أنواع الضغط يعني ممكن يتقلب أو تتهور أو تغامر أو تحاول تندفع بالفترة هاي فهذا أمر ما بنصح فيه نهائيا لأنه أي شيء بشوه سمعتك الفترة هاي رح يكون ضدك فما في داعي لمخالفة القوانين ولا الدخول بأعمال مشبوهة ركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة خلي تعاملك ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل سلس بدون مشاكل أو حدية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني أنه الأمور شوي تطلب منك نوع من أنواع الصبر ممكن يصير لك نوع من أنواع التواصل مع بعض الأصدقاء أو التقارب ما بينك وبينهم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ممكن تستاء من تصرف صديق أو معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو نحكي أنه الوضع مش سهل على بيت المتاعب بيحدث بعض الأمور المفاجئة زي أمور صحة أو أمور قلق أو توتر أو وسواس أو شك يعني هاي كلها ممكن تصير معك في خلال الفترة هاي فبدك تدير بالك برضو بتحمل فترة بسلبي بين الأحلام أو الكوابيس برضو بدها شوي التركيز في منكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال أو اهتمام أكثر بشؤون صحية لا إله أو تجميلية أهم إشي إن شعرت بشيء غير يعني مطمئن أو أحداث غريبة على المستوى الصحي راجع طبيبك مرج الأسد تبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الإجتماعي ممكن توضح وجهة نظرك والاهتمام بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لفكرة أو لمشروع أو لخطوة جديدة تملك أفكار باهرة وحلول مذهلة بالفترة هاي ممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك أما بالنسبة للبيت الأول اللي هو اللي إحنا ذكرناه وهذا اللي بعطيك يا كل الأمور هاي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن يعني يحدث بعض التطورات اللي إلها علاقة بالمكاسب أو الدعم أو الهبات أو المساعدات ولكن بالمقابل بدك تدير بالك من كثرة المصاريف ممكن في ساعات المساء تظهر يعني مسألة مالية تطلب منك الاهتمام أكثر أو مطالبة مالية شوي تستفزك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص أو النقاشات ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك سرعة بديهتك عالية ولكن أهم شيء أنك تنتبه أثناء تنقلاتك بالسيارة وبرضه انتبه من الأعطال في الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني برضه مستقرة في نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم أو الاندماج أو التجانس الفكري ما بينك وبين أفراد العائلة فهذا بيحمل لك نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو نوع من أنواع الاهتمامات بحل موضوع عائلي معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة برضه بتدعمك على مستوى أمور العاطفة فممكن اليوم وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر تحمل لك إما لقاء أو تقارب ما بينك وبين الحبيب أو مسائل إلها علاقة بالتواصل ما بينك وبين أحد الأبناء ممكن برضه تخرج في تغيير جو أو نزهة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني متقلبة على العمل والصحة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات في مجال العمل ولكن بتفكر ببعض الخروج أو بعض المخارج الآمنة لضغطات العمل أو المطالبات بالعمل أو تراكم العمل عندك ما تنزعج من تصرفات الأشخاص اللي حواليك يعني حاول أنك ترتب الأمور بشكل عقلاني ولكن بالمقابل بدك تنتبه لصحتك بشكل أكبر يعني ممكن تشعر بأي توععكات صحية بالفترة هاي بدك تكون حذر وبرضو ما تخليها تعبر هيك عبور يعني بدون اهتمام إذا كان الموضوع بحاجة لاستشار الطبيب فما تتأخر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني نقدر نحكي أنها جيدة على مستوى بيت الشراكة بتحمل نوع من أنواع التفاهم أو التأقارب أو التأقلم أو الاندماج ما بينك وبين أحد أفراد العائلة وخصوصا ما بينك وبين الزوج والزوجي يعني ما بينهم أو شركاء المال فممكن اليوم تصل لقرار معين أو لا تواصل معين أهم إشي أنك ما تتصلب وتعصب برأيك في ساعات ما بعد العصر للمساء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو نفس الشيء يعني ممكن يكون لك بعض النشاطات المالية أو الفكرية أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو بالمؤسسات المالية أو أمور إلها علاقة بتحصيلات مالية أو تفكير في مشروع جديد من خلاله أنك أنت تقدر تحصل بعض الأموال أو نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع القروض أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط فهذه الفترة بتشجع يعني بعض موليد برج الأسد لمخالفة القوانين أو لأعمال مشبوهة أو لأشياء مؤذية فعشان هيك بدهم يديروا بالهم من حديتهم وعصبيتهم بشكل كبير وفي المقابل بدهم ينتبهوا أنه ما يورطوا حالهم بمسائل أو معاملات أو أوراق قانونية وبرضه ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بسفر أو أحداث من خارج البلاد شوي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام لزيادة أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى السمعة تقريبا منقدر نحكي أنها معني شوي فيها نوع من أنواع التقلب فعشان هيك حاول أنك أنت ما تخالف القوانين ما تعمل أعمال مشبوهة أو تقوم بأعمال مشبوهة وما تجازف بسمعتك لأنه هاي بالفترة بتحمل مفاجآت فممكن أنت تفكر حالك أنك آمن بالخطوة اللي أنت بتعملها ولكن تتفاجأ بأنه صار إشي غير اللي أنت بتتوقعه فيهدد أمنك وسمعتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيت الأصدقاء برضه يعني حكينا أنه الزهرة موجود فيه فشوي بيعمل ردات فعل سلبية أو نفور أو ابتعاد عن الأضواء أو محاولة تهميش أو يعني ما إليك خلق على اللي هي السلبية أو الطاقة السلبية اللي أي واحد يتشقون فيها وهذا فهي الأمور ممكن تضغط كثير اليوم فهذا ممكن يخلي صديق شوي يحس أنك أنت مش مهتم فيه أو بدكش تسمعه فيحدث نوع من أنواع الخلافات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك تدير بالك من تراجع وطارد اللي بيجيب دائما أشياء مفاجئة إلها علاقة بتشتت الذهن أو إلها علاقة خصوصا في بيت المتاعب مع الشمس بيجيب أوجاع أو تعب صحي بشكل مفاجئ بيجيب أشياء إلها علاقة بتقلبات المزاج تضغط على المعارف والأحباء ممكن يتعرضوا لشيء فأنت شوي تستاء من هاي الأمور أو تشغل فكرك في هاي الأمور أهم مش أنك تراقب صحتك بشكل جيد راقب غذائك بشكل جيد ودائما انتبه لراحتك لأنها هي الأهم برج العذراء بسيطر التعب عليكم حاول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك أهم شيء أنك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار يعني ما تصدر قرار حاسم بالفترة هاي ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ يعني ترك الأمور على مجاريها لحد ما يوصل القمر لعندك فبدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي بما أنه بيت المتاعب ضغط بهالقوة فمعناته بيتك الشخصي برضو فيه نوع من أنواع الضغط اللي ممكن في لحظات يشعرك بعدم الثقة أو بعدم الرغبة بالنقاشات والحوارات بعدم الرغبة بالتواصل نوع من أنواع الملل أو الإحباط أو التقلب بالمزاج عندك أما بالنسبة للبيت الثاني لأجواء جيدة فهاي بتحمل لك بعض الفرص المالية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدعم المالي اللي بيجي من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات ولكن بالمقابل قلل من مصريفك أو من مصريف غير يعني مش محتاجها أشياء تشتري أشياء أنت مش محتاجها أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات بدعمك بشكل كبير ممكن اليوم يعني يكون لك بعض التنقلات أو الاتصالات ولكن دير بالك من العصبية وحدية الطباع أو الانتقاد اللاذع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت فممكن يعني يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو ممكن حل مسألة معينة عائلية أو إنجاز بعض الأمور البيتية أو العقارية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي الأجواء المتقلبة فممكن يعني يصير فيه نقاشات حدي أو تطور لمسألة فيها خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو ممكن أنت يعني بدون إرادة أو بتصرع منك تحكي كلمة يعني تزعل الحبيب منك ممكن يكون بعض النقاشات إلها علاقة في أحد الأبناء أو أحد الوالدين برضو بدك تمسك أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تحمل لك بعض الفرص اللي إلها علاقة بالعمل ولكن بالمقابل بدك تنتبه لصحتك بشكل أكبر وبرضو تركز في أمور العمل بدون تسرع تتخذ القرارات بدك تركز بكل كلمة وبكل ورقة وبكل تفصيلة أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي تقريبا ضاغط يعني بيحمل بعض الشحنات السلبية خلال هذا اليوم صحيح أنه بتحاول أنت قدر الإمكان أنك تخلي الأجواء روتينية ولكن ممكن في لحظات تفقد السيطرة أو تستفز بسهولة وخصوصا أثناء تعامل الأزواج مع بعض أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأمور اللي إلها علاقة في البنوك أو إلها علاقة بالأوراق القانونية أو الأموال اللي إلها علاقة بالمؤسسات الحكومية زي الضريبة والتأمين وهاي الأمور أرجو أنك أنت ما تتلاعب بشيء وما تذاكى بهاي الأمور لأنه وما تخالف القوانين لأنه هاي الأمور ما رح تكون لصالحك ممكن في لحظة يعني يا تنكشف يا إما أنه صير فيه إجراء يعني ضدك في منك ورح يكون له بعض الاهتمامات بالأمور المالية المشتركة أو التفكير بالتحصيل على قرض أو دين بالفترة هاي ولكن ما بنصح لأنه المريخ بنتقل ورح يأثر عليك بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ممكن تحمل لك بعض الأخبار أو المفاجآت أو أشياء لها علاقة بأشخاص من خارج البلاد أو أمور لها علاقة بتطور لافت في أمور لها علاقة بقضية أو أوراق قانونية أو معاملات طبعا ما رح يكون هذا بشكل إيجابي إذا أنت ما كنت مستعد بشكل جيد يعني ممكن هاي التطورات كلها تكون سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر يعني البيت العاشر شوي بعمل لك نوع من أنواع التقلب فعشان هيك ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية أو الأمور اللي لها علاقة بالتعصب أو بالتحايل فهاي الأمور شوي رح تكون مهددة لوضعك وخصوصا أن الزهرة بتراجع في هذا البيت فعشان هيك نقول لك دير بالك من السلبية وما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة ما تعمل أي خلافات أو نزاعات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو في ضغط وسبب عطارد والشمس التقلب فلحظات بتكون إلك يعني رغبة بالتقرب من بعض الأصدقاء لحظات ما عندك رغبة لحظات بتزعل لحظات بترضى لحظات بتنتقد صديق لحظات بدك تصالحه هذا التقلب اللي بصير في هذا البيت بدك تدير بالك ممكن تصرف عصبي منك أو ردة فعل سلبية تخسرك صديق حميم لا إلك أما بالنسبة لبيت المتاعب فذكرنا في بداية التوقعات أن القمر الآن موجود في بيت متاعبك فدير بالك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتكم مهمة وتتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن أنك تعرف الأيام هاي أو تتعرف يعني الفترة هاي تعطيك لقاء أو دعم معين أهمش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي الأمور تقريباً نقدر نحكي أنها يعني جيدة بتدعمك بيتك الأول ما في أي تأثيرات فعشان هيك الأمور الروتينية بدون لا إيجابيات ولا سلبيات بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية أو الأمور اللي إلها علاقة بالتحصيل المالي أو الاهتمام ببعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالفواتير أو الدفعات أو الديون بشكل كبير أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات بشكل جيد وبتدعمك بقوة فممكن اليوم يعني تقنع أي شخص بوجهة نظرك في منكو رح يهتم بمواضيع إلها علاقة إما بالتنقلات أو بالاتصالات أو بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالهواتف أهم إشي أنكو تديروا بالكو أثناء التنقلاتكم من الاندفاع والتهور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الأجواء شبه جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو المصالحة ما بينكو بين أحد أفراد العائلة أو نقاش عائلي أو اهتمامات عائلية أو مناسبة يعني الأجواء جيدة وبتدعمك ممكن تهتموا ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أو بما تحوى من شراء تجهيزات مثلا أو أجهزة أو أمور إلها علاقة بالأثاث ولكن يبل ما تجيبها ركز بشكل جيد بالكفالة وأمور إلها علاقة بالعقد يعني ندقق فيه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي يعني ممكن تعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينكو بين الحبيب خلال هذا اليوم ممكن مصالحة أو تفاهم مع أحد الأبناء أو ممكن اهتمام بمسألة عاطفية أو خروجة أو تطوير علاقة مثلا أما بالنسبة للبيت السادس فهذا شوي بدك تكون حذر هون لأنه ممكن تجهد بسبب تراكم الأعمال أو كثرة الأعمال عليك خلال هذا اليوم أو الواجبات أو الالتزامات أو التفاوض أو التعامل مع زباينك مثلا أو الأشخاص اللي أنت بتشتغل معهم وممكن برضو تحملك بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة فبدك تراقب صحتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ولكن بتحمل نوع من أنواع التعصب أو التزمت بالرأي أو التقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الشريك شريك المال أو العاطفة أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء شوي فيها بعض المفاجآت خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة إما بأمور بنكية أو أمور ديون أو مطالبات أو بعض الحسابات أو خلل مثلا بحسابات معينة ممكن لتلفت انتباهك ممكن تظهر بعض الأوراق اللي إلها علاقة بالمنوك أو الضريبة أو بالتأمين أو بالتزمات تيجي إضافية أو بتكون مطالب مفاجئة لإلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتحمل نوع من أنواع المفاجآت اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة فممكن اليوم تنزعج بسبب خبر من خارج البلاد أو ممكن أنه تقلق على شخص من خارج البلاد أو ممكن اليوم تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات بشكل مفاجئ أو تتطور بعض المسائل القانونية بطريقة مفاجئة بالنسبة لإلك صحيح أنه ممكن يكون فيها بعض الإيجابية ولكن برضو إذا ما كنت مستعد بتحمل بعض الأمور السلبية ممكن يتأخر لك بريد أو طلب معين أن تطالبه زي استيراد من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو على يعني تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع يعني السلبية على مستوى بيت السمعة ولكن مش بالشكل الكبير ولكن الأمور إن شاء الله أنها بتمشي بشكل جيد ولكن أهم مش أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة وما تجازف وما تتلاعب بالمعاملات القانونية هاي أهم شغلة وما تدخل بنقاشات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات يعني جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على المستوى النفسي الصحي على مستوى غذائك راحتك يعني بتهتم بهاي المسائل بشكل جيد اليوم أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب المخالفات خصوصا مخالفات القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب المخالفات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الاستقرار النفسي إلا إنه النفسية شوي فيها نوع من أنواع التقلب دك تدير بالك مشحون بطاقة إيجابية بتكون هذا اليوم يعني فيه نوع من أنواع التحسن على المستوى النفسي بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو بعض الأمور المالية ممكن تهتم بحسابات أو دفعات أو التزامات أو ترتيب وضع ماذي أهم إشي إنك تحاول قدر الإمكان إنك ما تتهور بالمصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة يعني بتساعدك على مستوى التنقلات والحوارات والنقاشات ولكن من ساعات الظهيرة بتصير عصبي شوي أو مزاجك بصير متعكر أو إلك ردات فعل سلبية بدك تمسك عصابك وبرضو ما تتهور أثناء القيادة ممكن تصير لك بعض الاهتمامات بأمور إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو نوع من أنواع التفاهم العائلي أو مناسبة عائلية بتجمع ما بينكم وبين بعض بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفة تقريبا جيدة فبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو التلاقي في مسألة معينة أهم شيء أنك أنت تتعامل بدون ما تفرض وجهة نظرك وما تعصب حاول تتعامل مع الحبيب بشكل يجمع ما بينك ومش ينفر ويفرق ما بينك ممكن يكون لك تعامل مع أحد الأبناء هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على المستوى العمل والصحة فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يكون عندك عمل كثير أو مسؤوليات كثيرة بالعمل وهذا ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرهاق وفي منك ممكن يشعر ببعض التوعكات الصحية أو التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو يعني تحمل نوع من أنواع الشحنات السلبية اللي إلها علاقة بالمفاجآت فممكن هذا الإشي يزعجك أو يحدث نوع من أنواع الإنزعاج بأثناء تعاملك مع شريك المال أو العاطفة والأرجح أنه ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن برضو على مستوى الأمور الأموال المشتركة ممكن يصير خلاف أو نقاش حاد أو مطالبة مالية أو تكون مركن على قرض أو مساعدة يتم تأجيلها خلال هذا اليوم أهم إشي أنك أنت تركز بشكل جيد وما تسمح لهاي الظروف الضغطة بأنها تأثر عليك ركز بشكل منيح الفرصة عيدها مرة ثانية ممكن تحقق إنجاز ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة للأشخاص اللي على رأس عملهم ببنوك أو بمؤسسات مالية مثلا أو نوع من أنواع الدعم المالي أما بالنسبة للبيت التاسع برضو الأجواء متقلبة فهذا بيشحنك بطاقة سلبية إما بسبب موضوع بتعلق بالسفر أو أثناء تنقلاتك أو حواراتك مع أشخاص خارج البلاد أو قلق على أشخاص خارج البلاد يعني تقريبا الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تظهر بعض الأوراق القانونية أو المعاملات بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد على مزدوى الأصدقاء فبيعمل نوع من أنواع التقارب أو التصالح أو التفاهم ما بينك و بين الأصدقاء أو لقاء بيجمعكم فيهم فحاول قدر الإمكان أنك تستثمر هذا اللقاء أو يعني تغير هاي الأجواء بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك نقولك ما ترهق حالك حاول قدر الإمكان أنك تأخذ قصد كافي من الراحة حاول أنك أنت تراقب غذائك دوائك راحتك بشكل كبير ما تتهور وفي نفس اللحظة ما تغامر حاول برضو أنك يعني تهتم بالأشخاص اللي حواليك لأنه برضو هاي الفترة بتحمل قلق إما عليك صحيا أو على أحد الأحبة والمعارف برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بأوراق سفر أو معاملات سفر أو أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج وتسوي مهمة ممكن تعالج أو تهتم بهواية جديدة عندك نوع من أنواع الحيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا على المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة جيدة نفسيتك مرتاحة عندك رغبة لإحداث التغييرات والاهتمامات الشخصية أما بالنسبة للبيت الثاني برضو الأجواء بتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض الأموال أو بعض الدفعات أو بعض الهيبات أو المساعدات أو الدعم أو من عمل إضافي ممكن تحصل على بعض الأموال ولكن أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك حاول أنك تنظم أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات يعني مشحون بطاقة إيجابية عالية واثق من نفسك بشكل كبير ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم وممكن أنه اليوم تهتم بأمور العلاقة بالتنقلات أو بالسيارات أو بالهواتف أهم شيء أثناء النقاشات أنك ما تتوتر وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء متقلبة فعشان هيك بتحمل نوع من أنواع الحدية أو الانزعاج من تصرف أحد أفراد العائلة أو قلق بسبب مسئولية معينة أو أشياء ممكن تتطلب منك بعض الجهد لاستيعابها لها علاقة في البيت أو في أمور العقارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تعمل نوع من أنواع المصالحات العاطفية ومن الممكن يكون لكم بعض الأمور اللي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل في نوع من أنواع الضغط فممكن اليوم يعني تنشط بأعمال كثيرة أو بمهام كثيرة وعندك حركة أو اهتمامات بالمجال العمل بشكل كبير طبعا بشكل إيجابي ولكن في ساعات ما بعد العصر بدك تهتم بصحتك بشكل أوضح وأكبر أما بالنسبة للبيت السابع وبيت الشراكي فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ممكن تتقلب أو يتقلب مزاجك أو تحتد على تصرف الشريك أو تدخله بنقاش حاد خلال هذا اليوم أو ممكن أنه شوي تستاء من تصرفاته فشوي بدك تمسك أعصابك وما تكبر الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو أوراق أو معاملات إلها علاقة بالبنوك أو المؤسسات المالية وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في مؤسسات مثل الضريبة أو التأمين أو اتصالات بمؤسسات إلها علاقة بترتيب الأوراق والمعاملات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأمور برضو جيدة بتدعمك تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين علاقاتك أو معارفك وممكن يكون لك بعض الإنجازات على مستوى العمل إلها علاقة مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور جيدة برضو بتدعمك تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الأصدقاء وممكن تهتم ببعض المسائل اللي تقرب أكثر ما بينك وبين علاقاتك ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبي أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب برضو الأجواء جيدة فعشان يكب تدعمك في إنجاز أعمالك وبرضو للاهتمام بصحتك أو أمور كمان لها علاقة بصحة أحد الأحبة أو الأقارب أو زيارة مريض مثلا برج الجدي بتعيد وتنظيم أموركم المالي المشتركي من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل أو تحصل على تسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات صعبة خلال هذا اليوم عالج شؤون العائلية يعني باهتمام أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي أكثر من الأيام الماضية أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية اليوم أي تقريبا ثقتك بنفسك بلشت يعني ترجع لمكانها وممكن عندك أكثر من تفكير لإنجاز أكثر من معاملة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية فالأجواء جيدة برضو بتدعمك على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب أو الأرباح من عمل إضافي أو الاهتمام ببعض المسائل المالية ممكن يجيك نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو العصبية في المزاج بسبب طبعا انتقال المريخ فعشان هيك يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو الإنفعال أو العصبية أثناء القيادة بدك تركز بشكل جيد ما تندفع وما تتهور في نفس اللحظة وأثناء النقاشات تركز على الموضوع الأساسي أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت ممكن فيه مسؤوليات جديدة أو فيه ارتباكات على مستوى البيت أو نقاشات أو حدية أو مواضيع بتتناقش فيها أو أعمال منزلية مربكة بتكون عندك خلال هذا اليوم ممكن موضوع عائلي شوي هيك يدخل فيه النقاش بس أهم شيء أنه ما تفاقم الأمور بالعصبية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء تقريبا نقدر نحكي فيها نوع من أنواع المفاجآت خلال هذا اليوم إما أنه أنه أنت بفاجأك الحبيب بمسألة معينة أو أنت بتفاجأه أو ممكن أنه يحدث أمر يقارب ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس يعني شوي بيخلي فيه نوع من أنواع العمل الإضافي أو الضغط بالعمل أو الإنزعاج من شيء العلاقة بالعمل وبالمقابل برضو بيظهر بعض الأشياء الصحية إما مراجعة طبيب أو أوراق أو فحصات أو أشياء من هذا القبيل أو ترتيب موعيد طبية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فهو متقلب فعشان هيك بيظهر نوع من أنواع العصبية أو الحدية أثناء تعامل الشركاء مع بعض يعني النقاشات ما بتكون نقاشات ودية في لحظات بسيطة هيك ممكن تثور الموضوع ويكبر وتصير مشكلة من لا شيء أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى اتصالاتك وحواراتك لبعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبريد أو إلها علاقة بمشتريات من خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية بشكل إيجابي ورح تدعمك بقوة هاي المسائل في خلال هذا اليوم ممكن ما برضو تهتم بامتحان أو دراسة ولكن الأهم أنك تركز بشكل جيد بدون ما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة برضو الأجواء جيدة بتدعمك فعشان هيك ممكن اليوم تحافظ على سمعتك أكثر وممكن يكون لك بعض التعامل مع بعض العلاقات أو من الأشخاص اللي بتعرفهم لتسهيل مسألة معينة وممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو جيد بيدعمك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي مع صديق أو تقارب ما بينك وبين صديق أو صديق جديد أو ممكن أنه تستعين بصديق لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الجيدة فعشان هيك ما في أي قلق ممكن أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة بكل سهولة وممكن يكون لك اهتمامات بالشؤون الصحية ممكن رقابة صحية أو تأخذ راحات هيك تحب أنك ترتاح وبرضو بالمقابل ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة لا إلك برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور تبدو مرهف الحس متوتر بسبب قلق ما حاذر إثارة العدائية والبلبلة فمزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور من الأشخاص اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم النفسية برضو مش متقلبة إما ممتازة يعني في نوع من أنواع الإيجابية ثقتك بنفسك أكبر وبرضو عندك رغبة لإنجاز بعض الأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو بعض الفواتير أو الالتزامات ممكن يكون لك بعض الاهتمامات من عمل إضافي أو تيجيك بعض الدعم من هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم ولكن بالمقابل قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ولكن ما تتهور وما تعصب وما تناقش بعصبية أمسك أعصابك قدر الإمكان ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالنقاشات ولكن ما تتزمت برأيك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني فيها نوع من أنواع الأمور المفاجئة اللي ممكن تصير على مستوى البيت ممكن يظهر شيء عطل مفاجئ أو نقاش مفاجئ يعني يتطور ويصير مشكلة إذا ما داركت الموضوع وما مسكت الموضوع من بدايته بطريقة أنك ما تخليه يكبر ويصير مشكلة أما بالنسبة للبيت الخامس فبسبب تراجع الزهرة في بيتك الخامس يعني شوي الأمور العاطفية بدها نوع من أنواع الحكمة بطريقة التعامل مع الحبيب بالفترة هاي ما في داعي أنك تثير المشاكل أو تكبرها أو أنك تعمل خلاف كبير ما بينك وبين الحبيب يعني صحيح أن الأجواء بلشت تتلطف على المستوى العاطفي ولكن يعني حاذر من أنك أنت تسهى عن نقطة الحذر أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء متقلبة على مستوى العمل فهي الأشياء الموتريتك أكثر إشي أو مزعجيتك اللي بتخليك تفكر في أصول العمل أو كيف بدك ترتبه أو تعاملك مع الزبائن مثلا زبائن العمل أو رؤسائك في مكان العمل شوي الأمور فيها نوع من أنواع الخربطة بسبب تراجع عطارك فعشانك بدك تنتبه وتركز بشكل جيد وما تتخذ قرارات بدون ما تكون دارسها بشكل كبير وبرضو بتحدث بعض التوترات اللي إلها علاقة بالأمور العصبية عندك على المستوى الصحي زي شد عضل أو تشنج عصبي أو ألم معدة أو ظهور بعض المسائل من هذا النوع أما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراكي المالي والعاطفية فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء برضو ممكن تحمل لك بعض المفاجآت اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أمور بنكية أو ضريبة أو تأمين أو نقاشات إلها علاقة بأمور قديمة جدا زي تحصيلات مالية أو دين انتناسي مثلا أو بتحاول تحصل ديون لإلك يعني كانت شبه إنها معدومة إنك تستردها أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق أو معاملات قانونية أو أمور سفر أو استيراد تصدير هاي الأمور كلها إيجابية أما إذا كان عندك امتحان جامعي بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحدود أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو جيدة بتدعمك فممكن اليوم يعني يكون لك بعض العلاقات تستغلها في مسألة يساعدوك في بعض الأمور لكن أهم مش أنك تحافظ على سمعتك وبالمقابل ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبتنشط اليوم بلقاء الأصدقاء أو المعارف أو التواصل معهم أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبساعدك بمراقبة صحتك برضو وممكن يعني يكون لك بعض الاهتمامات الصحية بأحد الأحبة أو المعارف برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ما تهم الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك المعنوية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أن الأجواء تقريبا جيدة إلا أنها بتحمل بعض التقلبات أو العصبية أو الحدية في طباعة أو نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات خلال هاي الفترة ممكن تهتم ببعض المسائل المالية ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو دفعات أو أهبات مساعدات استرداد لبعض الأموال ولكن أهم إشي أنك مات الذاكة في التحصيل على أموال غير مشروعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع المفاجآت اليوم على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ممكن المفاجآتها يتكون زي ردة فعل سلبية أو عصبية مفاجئة أو أحداث طارئة أثناء قيادة السيارة أو عطل مفاجئ بالسيارة أو بأمور إلا علاقة بالتواصل أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبيت فممكن اليوم يصير فيه فجوة أو مشاحنة أو ردة فعل سلبية ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن نقاش أو حدث عائلي أو عطل أو مسألة إلها علاقة بتطور مسألة معينة إلها علاقة بالشؤون المنزلية أو العقارية أو البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهي بتعمل على نوع من أنواع التقلب بالمزاج أثناء التعامل مع الحبيب فممكن توتر العلاقة أو تتقلب بمزاجك أو تتحسس بسهولة أو تقلق أو تتوسوس أو تشك أو تغار على الحبيب أو على أحد الأبناء أو تشك فيه مثلا بسلوك خطأ أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى الشراكي فهو بدعمك وبقارب ما بينك وبين الشريك أو بعمل نوع من أنواع التفاهم أو التقارب ولكن حاذر في ساعة المساء من الحدية في المزاج أو ردات الفعل السلبية أو العصبية المفاجئة اللي ممكن تحدث فجوي ما بينك وبين الشريك وخصوصا إذا كان فيه نقاش لأمور قديمة أو نقاش عقيم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأمور المالية المشتركة فممكن اليوم يكون لك بعض التعامل على أمور بنكية أو مؤسسات مالية زي ضريبة تأمين أشياء من هذا القبيل ممكن إعادة ترتيب بعض الفواتير أو التفكير في قرض أو مساعدة في خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة فبتحمل لك بعض الأمور الجيدة على مستوى الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات برضو يكون لك إنجازات جيدة ممكن تفكر اليوم في نقاش معين أو باستيراد أو بمشتريات تيجيك من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فبيدعمك بشكل جيد ممكن تحافظ على سمعتك بشكل منيح وممكن يكون لك بعض الاهتمامات أو بعض الأمور الجيدة اللي تقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فبتحمل لك نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو بتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء جيد خلال هذا اليوم وممكن استغلال بعض العلاقات لإنجاز بعض المهام اللي صالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وتقدر تراقب صحتك بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأشخاص بعز عليك من ناحية صحية مرضية أو تقارب أو زيارة مستشفى هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر